إذن هي علاقات وطيضة بين مصر والصومال على مر التاريخ مصر دعمت الصومال في أن تصبح جزءاً أصيلاً من الوطن العربي كما سندته على الساحة الإفريقية لكي يكون ضمن أولى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي ومن الأعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي وأيضاً أصبحت الصومال عضواً في حركة عدم الانحياز بقدم الفراعنة تضرب العلاقات المصرية الصومالية بجذورها في عمق التاريخ عندما ارتبطت الدولة الفرعونية بعلاقات تجارية مع أرض الصومال بلاد بونت التاريخ الحديث شاهد على استمرار العلاقات الوطيضة بين البلدين حيث وقفت مصر إلى جانب الصومال في نضاله ضد الاستعمار البريطاني والإيطالي كما كانت أول من اعترف باستقلاله عام 1960 واستمرت مصر في دعم الصومال ليعزز موقعه الطبيعي كجزء أصيل من الوطن العربي كما سندته على الساحة الإفريقية ليكون ضمن أولى الدول المؤسسة للاتحاد الإفريقي وأيضاً من الأعضاء المؤسسين لمنظمة المؤتمر الإسلامي وعضو في حركة عدم الانحياز وتستمر مصر في دعم أشقائها الصوماليين فالقاهرة عضو فاعل في مجموعة الاقتصاد الدولية المعنية بالمشكلة الصومالية لتكثف من تحركاتها الدولية لحشد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية نظراً للأهمية القصوى للصومال في تعزيز الأمن القومي لمصر على المستوى الثقافي والتعليمي تقوم مصر بدور هام على أرض الصومال من خلال إفادة مدرس التربية والتعليم والأزهر الشريف وخبراء الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا من أجل تنفيذ المشروعات التنموية وفي أكتوبر 2014 وفق الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة عدد المنح الدراسية المقدمة لطلاب الصومال بالجامعات المصرية لتصبح ألفي منحة جامعية سنوياً خلال السنوات الأخيرة ارتقت العلاقات المصرية الصومالية إلى أفاق أرحب حيث تعددت اللقاءات والزيارات لكبار رجال الدولتين والتقى الرئيس السيسي بالرئيس الحالي حسن شيخ محمود عدة مرات وذلك خلال فترة ولايته السابقة كذلك التقى الرئيس السيسي بالرئيس السابق محمد عبدالله فرماجو حيث عملت تلك اللقاءات على دفع العلاقات الثنائية بين البلدين هي مصر على دربها بتوطيد علاقاتها بجميع الأشقاء عرباً وأفارقة واحترام سيادة الدول والعمل على حفظ مؤسساته الوطنية وصون وحدة أراضيها والسعي المشترك لتحقيق التنمية لجميع الشعوب الشقيقة